نروح أيضا لزميلنا محمد توفيه عشان نتطمن على فريق النادي الأهلي وبعدها نستقبل الأستاذ محمد الباز المحلل للرقمي عشان نشوف أبرز أرقام الفريقين قبل مواجهة اليوم سيد الخير كابتن موسيقى تحياتي لحضراتك كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان كل صنوع حقاك طيب جمهور النادي الأهلي العظيمة في كل مكان طيبين وبخير رمضان كريم عيننا كلنا يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جوارات الاستوديو التحليل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في إطار مباراة الجولة 15 من الدور المصري الممتاز مباراة بالطابعة صعبة وأعتقد أنها مهمة جدا لفريق النادي الأهلي ومستر مرسل كولر خاصة أنها بتيجي في ختام لقاءات الفريق قبل التوقف الدولي مباشرة يمكن الفريق استعد بشكل أكثر من رعا لهذه المباراة كابتن وسامة برغم دي كل وقت يمكن الفريق رجع فجل السبت من المملكة عباس سعادية عقب التتويج بطولة كأس مصر على طول مستر مرسل كولر ملح بس السبت أجازة اللاعبين يوم الحد كان فيه تدريب قوي جدا صباحا سبق طبعا محاضرة نظرية مستر مرسل كولر مع اللاعبين للحديث عن أهمية هذه المباراة والحصول على الصالح نقاط بالأمس كان أول أيام رمضان كانت تدريب عقب الإفطار فيه تمام التساعة والنصف مساء في نفس توقيت مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في البداية كان فيه محاضرة فنية مستر مرسل كولر كلم مع اللاعبين عن كل الجوانب الفنية لتخص مباراة اليوم بالطبع كان فيه فيديوهات لفريق البنك الأهلي كلم معهم عن أهم نقاط القوة والضعف وبعد كده كان فيه تدريبات بدنية تدريبات بل كرة واختطمت التدريبة بتقسيم ما بين اللاعبين كان كل اللاعبين حرصين على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق اليوم بالطبع فيه غيابات كتيرة سواء للإصابة أو لعمليات التأهيل لبعض اللاعبين وبعض اللاعبين اللي فضل الجهاز الفني راحتهم ممكن كمان النهاردة خلناك كلامك بقى عن كواليس الفريق في فندق الإقامة ممكن الفريق اتضرب فيه تمام السلاسة عصلا التدريب الخفيف اللي بيكون يوم المباراة داخل فندق الإقامة من بعدها على طول كان الإفطار فيه تمام السادسة وسلاس دقائق ممكن كانت المحاضرة فنية فيه تمام السابعة سبعة ونصف حركنا من فندق الإقامة وصلنا هنا الصادق قارم كان الطريق النهاردة كان جايد جدا وكان فيه سيولة مرية كبيرة وصلنا تقريبا في ربع ساعة وصلنا فيه تمام السامنة إلا الربع الأجواء هنا أكثر من رائعة أرضية الملعب وحالة الجو إن شاء الله كلها حاجات وعوامل مساعدة إن شاء الله أن احنا نشوف مباراة كبيرة للنادي الأهل النهاردة من ناحية الأداء وكمان بإذن الله السلاس نقاط يكونوا من حظنا ونصيب النادي الأهلي كبيرة للنادي الأهلي في الغالب النهاردة يرتدي إزاي البديل الطاقم الرمادي بالكامل عشان طبعا يختلف عن صاحب الأرض فريق البنك الأهلي كبيرة للنادي الأهلي بيقود اللقاء تحكميا كبيرة محمود البنة بيساعده كابتن هاني خيلي مساعد أول كابتن خلد السيد مساعد تاني كابتن محمد يوسف حكم رابع وعلى تكنية الفار محمد الحنفي وأحمد توفي طلب يعني من يتمنى التوفير لطعم الحكام يد كل فريق حقه ويخرجه من براءة لبر الأمان والتوفيق بالطبع للنادي الأهلي أداء أكثر من رائعة سلاس نقاط جيدة ليسين النادي الأهلي خطوة مجددا نحو لقب الدور العام والحفاظ على لقب العام التاني على التوالي يبقى النادي الأهلي دائما في المقدمة ويبقى دائما رقم واحد كلمة ليك كابتن أسامة تفضل